اشتركوا في القناة نستخدم الطاقة الشمسية ولكن دلوقتي فيه الأجد من الطاقة الشمسية وهي الطاقة المتجددة إيه الطاقة المتجددة؟ إزاي ممكن نستخدمها؟ إزاي ممكن نوفرها في مصر ولكن بخطة مصبوطة وبطريقة مصبوطة علشان نقدر نستخدمها هو ده اللي هنعرفه النهاردة من ضفنا الأستاذ أمجد مازن عبد المتحال وهو خبير في الطاقة المتجددة سبع الخير فنم؟ معلش أن أسفع على صوتي بس أنا كان عندي برد صوتنا كلنا الحقيقة وهو تغيير الجو برضو بيعمل مشاكل في الصحة أهلا بحضرتك أهلا بيك راشماندس وخلينا نتكلم في الأول عن الطاقة الشمسية بسألنا نتكلم عنها إيه الطاقة المتجددة تعرفها العامة؟ الطاقة المتجددة تعرفها العامة هو أن الطبيعة اللي حبانا بيها ربنا سورا العامة هو اللي بيجددهانا يعني ربنا ذاكر الرياح في القرآن الرياح دي هي اللي بت 봐요 طاقة اللي بأب الكهرباء اللي بأب Ray اللي ربنا ذاكرها في failure crianças الطاقة الشمسية دي طاقة متجددة يعني الطبيعة ربنا من خلال الطبيعة بيقدر يجدد لنا الطاقة دي أوتوماتيك أنا ما بقى يعني مش بتدخل بشي أو مش بتدخل غير طبيعي أي إن كانت بقى في عندك طاقة رياح في عندك طاقة شمسية في عندك طاقة طاقة كامنة في الأرض من بخار مية ممكن يبقى موجود في طبقات أرض معينة في عندك الطاقة الهايدروليكية أو اللي هي زي السد العالي مثلا معابر مائية أو سدود مائية أنت بتبنيها أو سدود مائية طبيعية أو شلالات مية دي ممكن زي شلالات نياجرة مثلا ففي عندك أشكال كتيرة من الطاقة المتجددة ربنا من خلال الطبيعة بيجددها لنا أو بيجينا مصدر غير مصدر غير بائد منها أو قلت جزء في السؤال الأول للطاقة الشمسية هل دي أهمها ولا يعني الطاقة الشمسية أهمها بالتحديد لأن علميا أنا أقدر أنتج حاليا بالتكنولوجيا المستخدمة حاليا باستخدام جميع الصحاري في العالم أقدر أنتج حوالي 200 ترى وتسعة وده حوالي 8 أضعاف الاستهلاك العالمي حاليا فالطاقة الشمسية هي يعني أكثر طاقة مبشرة في العالم أو اللي نقدر ناخدها ونشتغل بيها على مدار فترة طويلة جدا وطبعا لما بوصل على مئات السنين اللي جاية هو إحنا في خلال 50 سنة المواد الأحفورية هتبتدي تقل لدرجة أن اقتصاديات استخدامها مش هتبقى متوفرة مش هينفع أستخدم مثلا بترول مثلا ب700-800 دولار في خلال 50 سنة فالابد يبقى فيه بدائل ولابد بدائل دي لابد أبتدي أنفزها تكنولوجيا دلوقتي عشان أوصل بعد 50 سنة بس إيه المواد الأحفورية عشان معرفها للمشاهدين يعني الوقود الأحفوري يشمل البترول ويشمل فحم ويشمل كل يعني كل الحاجات اللي بتستخرجها من الأرض اللي أنت تخرج منها طاقة عن طريق الأحراق محوقات أستاذ أمجد الحقيقة أنه جميل جدا أنه يكون عندنا ابتكارات جديدة وجميل جدا أنه يكون عندنا اكتشافات جديدة ولكن كيفية استخدام الابتكارات دي والطاقات الجديدة دي في حل مشاكلنا إحنا كمصريين النهاردة إحنا كمصريين عندنا مثلا مشاكل ومتكرم عن مشاكل الطاقة أنا عندي مشكلة مثلا في رفع الدعم أنا عندي مشكلة في ارتفاع أسعار الكهرباء أنا كمواطن إزاي ممكن أستخدم حاجة زي طاقة المتجددة في حل مشاكلي كمواطن أو في توفير الحاجات الكتير اللي ممكن يكون المواطن المواصري محتاجها خلينا نبدأ بالنقطة ممكن مختلفة شوية المؤسسات العالمية الكبيرة أوي سواء شركات أو جماعات أو بيبقى لها دايما منظور اجتماعي والمنظور الاجتماعي ده بيبقى رئيسي في نجاح هذه المؤسسات في نجاح الشركات والمؤسسات أيها طبعا يعني زي مثلا فورد كلمنا عن فورد موتور كامباني بس من غير أسماء أو من غير أسماء أما فوقت نظر مفهومة إن أنا إزاي أعمل منتج في نفس الوقت عادر أبيعه بشكل كويس في نفس الوقت يكون بيخدم المجتمع اللي أنا بقدمهوله بشكل كويس وبيحل له مشكلة من مشاكله بالزبط فأنا لما باجي إحنا منظومة إدارة الطاقة لأسف شديد متأخرين فيها شوية إدارة الطاقة استراتيجيا بالنسبة لمصر اللي اتأخرنا فيها كتير فلما يجي أقول مثلا أنا عايز أشيل الدعم عن الكهرباء عايز أشيل الدعم عن السولار فلابد أبتدي أبص عليها من منظور مين اللي يقدر يستحمل أن أنا أشيل عليه الدعم ومين اللي يقدر يساهم تكنولوجيا ومين اللي يقدر لابد أبص على البلد كلها شغالة زي يعني أبسط الأشياء مثلا أنا ممكن أصدر قانون بكرة أقول على جميع الشركات أنها تخفض لي 20% من استهلاكها من الطاقة سنويا ببداية سنة 2014 وده متوفر تكنولوجيا متوفرة وبقى خليه قلل بس 20% بسخدامة الطاقة الشمسية كله هيعمله أنه هو هيستعيد عن جزء من استهلاكه بوضع بعض الخلايا فوق أسطح مثلا المصانع فوق أسطح الشركات لو عندك مبنى مبنى إداري أو مبنى بالكامل إداري شوية خلايا فوق السطح شوية خلايا محطوطة على حوائط معدنية مثلا بجانب المبنى مثلا لو ده متوفر هيقدر يستعيد بها عن 20% من استهلاكه وهو معاه يعني فيه مؤسسات كتيرة جدا داخل مصة ومؤسسات بنكلم على النواية دي مثلا خاصة بنكلم على شركات خاصة بنكلم على مصانع ضخمة عنده القدرة المالية التمولية أنه يخفض 20% من استهلاكه لما يخفض 20% من استهلاكه يمكن ده يقدر يخفف من وطقة أنه أنا أجي أقول لواحد بسا عنده دكان صغير هتدفع فطورة كهرباء مثلا عاملة رقم كبير جدا فأنا ممكن أفرضها على ولابد الشركات نفس فكرة رفع الدعم عن مثلا العربيات اللي بتحط بنكلم 95 إن اللي بيحط 95 عنده القدرة أنه يدفع فما فيش مشكلة طبعا أنا سؤالي هو هو مكلف إن إحنا نعمل نحط خلايا شمسيا مثلا عمارة كبيرة بورجزة ما حاجة بتقول ده مكلف هو مكلف نتيجة لسوق إدارتنا لطاقة لطاقة البلد استراتيجية بمعنى إيه بمعنى إيه بمعنى إن أنا لما أقول عندي كعربة يمكن من أقل سعر في العالم من أقل أسعار دول في العالم يبقى ده أنا فاشل يعني فشلت في إدارة الطاقة استراتيجية النتيجة لده أمش عارف طبعا طاقة شمسية لسبب بسيط لأن المغرب مثلا ابتدت وسبقتنا في تطبيقات طاقة شمسية تونس ابتدت وهتسبقنا لأنه هو عنده منظومة إدارة الطاقة فمنظومة إدارة الطاقة وده مش حاليا يعني ده له تراكمات تراكمات من سنين طويلة يعني إحنا من آخر مثلا 12 سنة فشلنا في إدارة الطاقة استراتيجيا في مصر ونتيجة لده أنت أي حد تجي تكلمه بيقول لك لا ما هي جالية جالية بالمقارنة بإيه قال لي بالمقارنة أن أنت أرخص سعر الطاقة فينا وإن أنت مش منتج للطاقة حاليا أنت مستولد للطاقة أنا أعني مشكلة رهيبة فيه هل فعلا الضبعة كان ممكن يحلدنا جزء من أزمة التهربة؟ الضبعة كطاقة نوية لا الطاقة نوية عشان نبقى فهمين كويس أو الطاقة نوية كل اللي هتنتجه بعد 6 سنين حوالي 2 جيجا واتساعة أو 3 جيجا اللي هو بعد 6 سنين هيشكل ده حوالي يمكن 10% من استهلاك مصر ساعتها لما تبقى المحطة يدخلش في الانتاج هتعمل هي هتنشئ 5-6 محطات نوية المحطة النوية المتوسطة الحجم انتاجها ما بين 2-3 جيجا واتساعة استهلاك مصر حاليا في المتوسط احنا اطلقنا في رمضان الفاتل حوالي 23 جيجا واتساعة أنا سألت السؤال ده بس لأنه كنا بنسمع كتير على أنه مفاعلة طبعه ده كان مفروض مشروع وواقف بقى له سنين وقصة كده كنت عايزة عارف مما ده يعني قبرك طبعا هو لابد من إنشاء المشروع ماشي بس المشروع لوحده ما يمثلش حل لمشكلة مصر في إدارة الطاقة وكيفية الإدارة وزي ما حضرتك قلت احنا عندنا صور كتير جدا أفتكر أنه يمنا أنه نحن نشوفها لأنه الحقيقة الصور دي يعني أماكن نجحت وبالفعل تستخدم الطاقة الشمسية فخلينا نشوفها مع بعض ومع كل سيدة المشاهدين وليت حضرتك برضو تشرح لنا ده إيه مثلا ده مثلا ده مبنى إحدى الشركات دي ده مبنى الإداري بتاعة أكبر شركة منتجة لخلايا الطاقة الشمسية في العالم تاما الشركة سنينية دفين دفين يساس أمجر في الصين في الصين ده مزرعة شغالة شغالة بخلايا الطاقة الشمسية مباشرة بدون بطاريات تكلفة المشروع ده اللذيذ في الموضوع ده إن تكلفة المشروع ده نفس تكلفة إن أنا أمد شبكة للأراضي المخصصة وهي ممكن تبلغ حوالي مليون فدام مخصصين مفهمش خدمات كهرباء عشان أمد لهم الشبكة الدولة هتكلف مصاريف كتيرة جدا وده فاستثى مالذي ي Lumede ده المشروع ده اللي حدق شراهها نفس تكلفة إن أنا أمد شبكة الكهرباء نفس التكلفة بس محتاج تمويل طبعا يعني ماله ربowej أدي واحد آرد بدون خدمات خصصته آردة عشان فدان فاش ولا مية ولا كعربان فاش اي حاجة اه هو هجيب فلوس منين يعني هو مسلا سين هو محتاج مسلا شين فدان محتاج ربعمائة الف او نصف مليون جنيس تسمرات ايه هجيبها منين اه هذا مسألة تانية برضو ان الدولة لابد تشتغل كاركسترا اه بيعزف نغمة واحدة مع بعضكم مش نشاز كل واحد بيعزف سيمفونية الواحدة ايه ايه لان لابد من توفير كروض اقتمانية زراعية عشان الناس دي تبتدي اول حاجة ما تكلفش الدولة ان هي تمد شبكة الكهرباء واتكلفنا في مواد احفورية لتشغيل شبك تشغيل محطات الكهرباء يعني تشغيل محطات الكهرباء بسواء مزوت او غاز طبيعي وده بيكلفني لان بعد دعمنا كل الكلام ده واضطر امد شبكة الكهرباء عشان اغزي قطع الاراضي دي واقلا من الاخر يعني انا خصصت الاراضي دي ليه مش عايز ان تجي انتاج زراعي يبقى لابد من وجود آليات اقتمانية آليات اقتمانية زراعية عشان قدي للناس دي فلوس تقصتها على مدار 20-30 سنة عشان تبتدي تنتج لي انتاج زراعي يغلي البلد عن يعمل لها يعني امان زراعي على قليل يعني بالزبط فهي هي المشكلة ان لابد يبقى عندنا منظورة يعني منظومة استراتيجية لإدارة موارد مصر ومنظومة استراتيجية نكحة هل تاقة الرياح من التقاطر متجددة اللي احنا ممكن نستخدمها اه بس المشكلتها انها مش متواجدة في اماكن كتيرة في مصر يعني في منطقة البحر الاحمر متواجدة فيها في بعض اماكن في بعض المناطق في النيل بس انت عشان تنتج طاقة الرياح بكفاءة ده يعني مش موجود في مصر بكسرة بكسرة مساحية هل التاقة النواية تعتبر من التقاطر المتجددة هل فيه اماكن في مصر معينة اقدر استخدم فيها التاقة البديلة مش مهمز حالتك تقدر تقول انه انا اقدر اعمل تاقة بديلة هنا في المكان الفلاني هنا في المكان الفلاني مثلا التاقة الشمسية ممكن استخدامها في جميع عن حق الجمهورية في اي مكان في اي مكان مصر ربنا حباها بان هي هي المسألة مش مسألة المسألة مسألة قوة ضوء حرارة يمكن احنا كقوة حرارية للشمس مش احنا اكتر دولة في العالم لكن مصر تقريبا اعلى دولة في العالم ضوئيا طب بالنسبة لل يعني انا كنت ماشوف اختراعات كتير انه برا بيعتاجوا انهم يعملوا عربيات بتمشي بالطاقة الشمسية يعني انتبقى كهرباء زي ما انا او هاي هي الطاقة الشمسية شوية يعني يعني مش الوسيلة الامثل للترانس بورتيشن سيكتور او مجال النقل نقل في العموم مجال النقل سواء طيارات أو عربيات أو أوتوبيسات هو الأنسب لها والذي العالم كله بيتجهله هو التكنولوجيات زي استخدام هل في أي مشاريع تقدمت مثلا للجهات المسؤولة عن استخدامنا للطاقات البديلة إذا كانت شمسية إذا كانت متجددة المشكلة مش مشكلة المشكلة بكل أمانة المشكلة مشكلة إدارة الإدارة والسيستم ولكن النهاردة حارتك كخبير في الطاقة البديلة النهاردة لو عايزين نعمل مشروع زي ده هتنفذه ازاي هتعمله ازاي هل في أي مشروع يتقدم هل في أي مؤسسة معينة هل في أي جهة معينة مسؤولة تقدمي مشاريع وفي مشاريع بتاعت تتعامل ناكحة في مصر مشاريع صغيرة جدا النتيجة الإيه عشان أتوسع لابد من وجود آلية سياسية للتوسع الألية السياسية دي مش هتأتي غيرها عن طريق وجود استراتيجية يعني اaignع اقول ايه زي ما بيعولك اجا اقول على يعني جميع المصانع جميع الشركات ان هو يوفر لي في الكهرباء أنا ما يشدعوه هيوفر ازاي تكنولوجيات انا فهم كويس cautوي تكنولوجيات كدولة انا فهم كويس cautوي تكنولوجيات موجودة لما هفرض عليك ان انت توفر 20 في المئة من الطاقة كل واحد بقي يشتغل في التكنولوجيا الي هو عايز يشتغل فيها عشان يوفر لي 20 في المئة من الطاقة ده هيوسري البلد تكنولوجيا وهيسريها لأنها بتيجي أوجد بمجرد قرار سياسي سهل جدا ابتديت أوجد بيزنس أو شركات أخرى هتعمل في هذا المجال عشان تحقق العشرين في المئة توفير ده أيه هتشغل عمالة ده اللي حضرتك عشان كيف تقول مكلف في الأول لأنه لو السيستم وفر ده خلاص هتبقى كونتداول الجميع لا هو طاقة الشمسية مكلفة لما حادي بيجي يقول مكلفة مكلفة هو بيحسبها إيه إيه الوجه المقارن إيه المقارن إيه هو سعر الطاقة في مصر اللي بتاخدها من الشبكة يعني ميجي مثلا إنت فرضا مثلا روحت البنك أجنبي عامل في مصر قلت له أنا عايزة خفضلك عشرين في المئة مستهلاك هيقول لي في مقابل إيه هتا يعني المشروع ده هيبقى تكلفته كامل هقول له هيبقى تكلفته أكس نعم هيقول لي لا غالي غالي بالمقارنة بإيه أنه بياخد كهرباء مدعومة وهو بنك أجنبي عامل في مصر يعني ده جزء من حل مشكلة الطاقة أنه رفع الدعم إزاي نقدر نرفع الدعم أو ممكن ما تقلق أنت تملك أوتوماتيكيا على كل الشركات اللي شغالة في مصر إنها تخفض عشرين في المئة من استهلاك طبعا بالتالي نقدر نستخدم التخفض إلا شركات مثلا اللي هي دخلة في منظومة الدعم دعم مباشر لمنتجات أخرى السيستم والإدارة منتظرين حل مشاكل كتيرة جدا وأفتكر أنها لحقيقة حاجة مهمة جدا أن نحن نبتدي نبص إزاي ممكن بأن نتقدم وإزاي ممكن نستخدم كل الحاجات لأنها حقيقة من غيرها أفتكر زي ما حالتك كنت بتقول في بلاد كتير جدا حتسبقنا يعني والمفروض يكون لينا تواجد أكتر من كده أستاذ بصعي بشمانتس أمجد مازن عبد المتعال خميل في التققى المتجددة أنا بشكر حياتك على وجودك معنا نهارده ونهارك سعيد نتمنى اللي حضرتك ده بتقوله ده يتنفس لأنه يحلنا كمان مشكلة تانية مشكلة التهريب دي يعني اللي هو دايما لما تبقى حاجة أرخص بكتير زي ما حضرتك قلت أكيد هرتهرب بنشكرك جدا مستمرين في فغراتنا في نهارك سعيد بعد الفصل على طول تابعون